مبارح استمتعنا بمباراة من العيار الفقيل مباراة شرفة الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام مبارح الأهلي والزمالك قدموا أداء ولا أروع صورة ولا أجمل عملوا لنا صهرة كروية من اللي كنا بنستناها من زمان طبعا بنبارك لنادي الأهلي على الفوز بي السوبر المصري اللقب الغالي اللي يتحقق بعد مجهود كبير نادي الأهلي قدر أنه يحقق لقب السوبر المصري للمرة الخمستاشر في تاريخه ده أكيد رقم قياسي بيأكد سيطرة المارد الأحمر على البطولة بس في نفس الوقت عايزين نتكلم ونشيد بنادي الزمالك نهنئ نادي الزمالك على الأداء الرجولي الأداء المشرف بصراحة كانوا على مستوى الحدف وعملوا مباراة ممتازة ولنا هنا وقفة يا جماعة احنا عايزين نتكلم شوية عن الكدر اللي احنا شفناه مباراة نتكلم على اللعيبة سواء الأهلي أو الزمالك نتكلم عن الروح الرياضية نتكلم كمان على مستوى التحكيم المصري بقيادة أمين عمر نتكلم على التنظيم ولا أروع من قبل دولة الإمارات العربية الشقيقة الكدر كله كان مبهج كله كان مفرح الأداء سواء أداء فني أداء أخلاقي أداء رياضي احنا مباراة كنا وحشنا أن احنا نشوف حاجة جميلة كده بكل الأصعيدة وعلى كل الأصعيدة وعلى كل المستويات منه حقيقة ده كان واضح جدا مباراة التحكيم المصري كمان تواجده في مباراة زيدي بالمنظر ده أكيد فارق جدا وأكيد بيدي ثقل كبير ومزيد من المصدقية للتحكيم المصري اللي بيبقى متواجد أصلا فيه البطلات الدولية الكبيرة وده شيء دايما معروف ولكن مزيد من ثقة تم إعطاها وثقل كده للحكم المصري مباراة ما ينفعش نقول أن اللي شفناه ده كان مجرد تنافس أبدا على لقب دي كانت مباراة كده بيانت معدن الفريقين روح قتالية تركيز عالي من أول دقيقة لغاية ركلات الترجيح لغاية آخر شوطة رغم طبعا أن الأهلي توج باللقب في النهاية لكن الزمالك قد المباراة كانت رائعة وكان شديد القرب من الفوز لكن طبعا هي دي متعة الكرة كل فريق عنده حظه لكن النسيجة في الآخر لازم تتحسب لفريق على حساب التالي كمان لازم نتكلم ونشيد احنا مش بنتكلم على تسعين دي المتكلم على مية وعشرين دقيقة ما انتهى في شوطه الأول بيئة تعادل السلبي ما بين الفريقين امتد لليه الاكسترا تايم ربع ساعة وربع ساعة مكلم على مية وعشرين دقيقة من الأشغال الشاقة بنلازم طبعا نشيد دي المستوى البلداني اللي ظهر بالفريقين الصراحة الأهلي أو الزمال الجري الياقة كانت في أعلى مستوياتها تركيز كانت في أعلى مستوياته هجمة هنا وهجمة هنا أكد طبعا الاستعداد أكد التركيز اللي كان قوي ما بين الطرفين المتنافسين يعني المباراة امتدت زي ما قلنا لأشواط إضافية رغم كده اللي عيبة كانوا في قمة تركيز لغاية ركلات المعاناة الترجحية ترجمة نانسي قنقر